اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهيدي الشغلة مرأت عند الديسين منهم بادري بيو كانوا يفوتوا ناس اللي عنده يخبوا خطاياهم وما يعترفوا فيهم هلأ كان عنده شغلتين يشوفهم كان إذا حدا تايب من كل قلبه كان يشوف يسوع بكرسي الاعتراف يتطلع فيه يشوفه عم يتضحك يسوع يحس أنه هيدا اللي جاي يعترف هو تايب كان يعطيه الحلة ويغمروا بكل عاطفة روحية وبنوية بالوقت اللي كان يشوف بعض الأشخاص جايين بس هكتشوفوا حال أنه هن يعترفوا عنده يخبوا خطايا يعترفوا ببعض الأشياء كان يأنبهم حتى يتوصل أنه يشحطهم من كرسي الاعتراف لأن جايين عم يتسلوا عم يستعملوا هالسر المؤدس للتسلية نحن لابدنا نخاف ولا بدنا نستحي من خطيانا الاعتراف هو بدنا نشبهوا بهالدوش بهالغسل اليومي بهالحمام اللي بياخده لسببين إذا بنعرف نحن لاش نتحمم بالنهار مرة أو مرتين فيه سبب فيه سببين أول سبب هو لحتى نكون نضاف نكونوا مرتبين وتكون ريحتنا حلوة قدام الناس والسبب الثاني هو هالخلايا اللي بيجسم الإنسان بتموت نحن بتدوش اليومي منكب هالخلايا وبتطلع خلايا جديدة وبعالم الروح نحن الخطيئة هي إلى ريحة كريهة ولو ما منشمة والاعتراف هو بيعطيني الحياة هو بيصير مثل هالفاكسان اللي بعمله أنا لحتى اتحيشى المرض واتحيشى الريحة الكريهة ويعطيني القوة أني ما أرجع للخطيئة الديس بيو بحياته كان عنده هم خلاص النفوس من هيك نقعد بكرسي الاعتراف بين 16 و 18 ساعة بالنهار حتى يخلص النفوس حتى بعد الأوقات يجو أحد الإخوي اللي يشيله من كرسي الاعتراف يقول له لأ بدي يضل لأنه بعد فيه 2-3 هو دي بدي يخلص لنفسهم للسماء وكان يعرف كان يقرأ الأفكار اللي يكذب عليه واللي يخبي الخطايا كان هو بعض الأحيان يقول له كل خطايا وهيك صار مع بيو بيو لبادر بيو هو عم يموت قال له بدك تعترف قال له ما عندي خطايا قال له مبالا عندك خطايا وأنا رح قل لك يهون أنا بقل لك خطاياك وانت بتقول لي يسوع عرحمني وبلش يعدل له كل خطايا ويقل له كيف عرفت قال له ما هيك قلتلك أنا قلتلك تقول لي يسوع عرحمني مش كيف عرفت وعدد له كل خطايا وبأخيرها عطال حلي وخلص نفسه الله يباركنا جميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة